تحرص وزارة الداخلية دائما على تبني الفكر الرائد الذي يحمل في طياته تحفيز الإبداع لدى الشباب وفي هذا الإطار جاء إقرار مجلس الوزراء بتخصيص يوم الشباب البحريني الموافق الخامس والعشرين من مارس من كل عام والذي يعبر عن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة ودعم وزير الداخلية المتواصل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لتشجيع الشباب بمختلف المجالات والقطاعات ساعة الموارض البشرية إلى الاهتمام ودعم وتمكين الشباب وذلك من خلال إقامة الدورات وبرش العمل لمختلف المهارات وذلك لتطوير مهارات الشباب القيادية والإدارية والفنية وأيضا تشجيع مع التحصيل العلمي ونيل المحلات العلمية المختلفة أيضا وجهت الشباب إلى أهمية الشراكة المجتمعية والمشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات التي تقام في مملكة البحرين لا شك أن الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة من لدى سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية ومتابعة سيدي سعادة رئيسنا من العام مكنت شباب منتسبي وزارة الداخلية في المجال الرياضي سواء من خلال الدورات أو المسابقات والفعاليات الرياضية الأمر الذي أدى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات الرياضية سواء على المستوى المحلي أو الخارج إن شباب منتسبي وزارة الداخلية الرجال منهم والنساء دائما ما يحرصون على التواجد في منصات التتويج والحصول على المراكز الأولى لرفع رائة مملكة البحرين عاليا تسعى وزارة الداخلية في تدريب وتنمية قدرات ومهارات ضباط وأفراد وزارة الداخلية بما يعود عليهم بالنفع في تأدية واجباتهم الأمنية على أكمل وجه وأيضا عقد الدورات التدريبية ذات الطابع النظري والإداري والعملي مع استخدام أحدث الأجهزة المتطورة وأن أهمية التدريب تكمن في تلبية احتياجات شباب منسوبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين قامت الأكاديمية الملكية للشرطة بالعديد من الجهود من أهمها تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المختلفة العامة والمتخصصة لتأهيل الشباب في مختلف المجالات سواء كانت العلمية أو الشخصية كذلك قدمت مجموعة من البرامج التدريبية التي تؤهل الشباب للقيام كذلك بمهامهم وجعلت من أهم متطلبات التخرج من هذه البرامج تقديم دراسات وأطروحات تقدم نتائج وتوصيات تدعم واقع العمل وواقع الشباب وتقدم الأكاديمية الملكية للشرطة مجموعة من الأنشطة المجتمعية للفئات الشبابية مثل المعسكر الصيفي والذي ابتدأ لديها من 2009 وكل هذه الجهود في النهاية تصب لتعزيز دور الشباب في التغيير الإيجابي في مستقبل مملكة البحرين يمثل يوم الشباب البحريني تكريما لجميع المتميزين والمبدعين وتقديرا للجهود الرامية التي يبدلها الشباب البحريني لما يتميز به من قدرات وإمكانيات كبيرة ورغبة بالمشاركة الفاعلة لخدمة هذا الوطن وحماية مكتسباته وإعلاء شأنه وجعله نموذجا يحتذابه